بالرغم من أن الحكومات التي تعاقبت على العراق منذ عام 2003 تتبهى بأن التعليم هو في أعلى سلم أولوياتها إلا أن تقارير لمنظمات دولية وإقليمية تشير إلى أن العراق يعيش أسوأ حالاته في قطاع التعليم في تاريخه والسبب الرئيس في ذلك هو الفساد والفشل الحكومي الذي بدى جليا في القرارات الحكومية التي تخص العملية التربوية على مدى هذه السنوات واليوم يواجه طلاب السادس في المرحلة الإعدادية والتي تعتبر مرحلة مصيرية بالنسبة للطلاب والعراق أحد تداعيات هذا الفشل ويعيشون أزمة حقيقية مع بداية امتحاناتهم في المراكز الامتحانية فالسلطات الحكومية المعنية قررت موعد الامتحانات لهذه المرحلة من دون النظر في الظروف التي تحيط بطلابها فمن جهة يخشى هؤلاء الطلاب إصابتهم بفيروس كورونا الذي ينتشر بقوة في العراق ومن جهة أخرى لم تعمل هذه السلطات على تأمين أدنى درجات الوقاية من الإصابة بالفيروس في المراكز الامتحانية نهيك عن وجود العشرات من الطلاب الذين يؤدون امتحاناتهم في الصف الواحد وهو ما يزيد احتمالية إصابتهم بالفيروس قرارات خلية الأزمة في وزارة التربية وعلى رأسها قرار التعايش مع كورونا بحسب وصف هذه الخلية والذي وضع طلاب السادس العددي أمام أمر واقع صعب وخيارات أحلاها مر واجهت انتقادات كثيرة حيث لم تأخذ بعين الاعتبار التظاهرات والاعتصامات الكثيرة التي قام بها طلبة السادس العددي لغرض احتساب المعدل التراكمي ولم تقم بأي خطوة إيجابية تجاه الحراك الطلابي هذا بصرف النظر عن شرعية وآثار ما يطلبونه نهيك عن عدم توفر البنية التحتية لعملية تعليمية صحيحة بشكل عام وخاصة فيما يتعلق بطلاب السادس العددي والعملية الامتحانية التي فرضت عليهم ويعاني قطاع التعليم في العراق منذ عام 2003 فمعظم أبنية المدارس قديمة وبعضها آيل للسقوط ولم يتعرض للترميم كما تخلو من المستلزمات الأساسية التي يفترض توفرها للعملية التعليمية فيما يتكدس عشرات الطلاب في الصف الواحد